حسام صباح الخير وصباح النشاط صباح الوردة مهند إليك وجميع مشاهدين يا ربي طيب مش نفكر تطور الفقرة نصير النط وهيك ونشاط والله إن شاء الله قريباً رح يكون سيرت لعبنا رياضة الصبح بس يعني إن شاء الله عاد نقدر نكملها نميياك طيب يعني بلدبر خطيرنا خطيرنا قبل الأوام طيب شو عنا الأسبوع هذا يعني عنا كتير من الأخبار يعني تقريباً زي بتعرف أنت الموسم يعني بداية رح يكون خلال بداية الشهر المقبل نحكي عن الموسم المحلي الأندية الأردنية كلها عم تحضر منها حيث المعسكرات التدريبية تدريبات أولية وأن أد الفيسلي استحدث بطولة هذا الموسم الجديدة هي بطولة ربعية الهدف منها بحسب ما صرح عدد من إدارينا الهدف الأول منها أنه استعداد للموسم المقبل بالإضافة إلى أنه يكون هناك في يعني تعاون ويكون في تعاون بينه بين الأندية العربية كانت بداية عديد من الأسماء كانت مطروحة كانت منها الرياضة التونسي النجم اللبناني لكن لظروف تخص الفريقين تم انسحاب الاعتذار عن هذه المشاركة حتى صفت أنه أربع فرق تم استدعاء النادي الوحدات الأردني اللي يكون يمثل من الفرق العربية المشاركة؟ الفرق العربية هم نديهم من السعودية أحد السعودي والطأ السعودي بعد ما حكيت لك اعتذار النجمة واعتذار الرياضة اللبناني النجمة اللبناني والرياضة التونسي تم الوحدات أيضا مشاركته بهذه البطولة البطولة حد أقام يوم الخميس المقبل يوم الخميس سيلعب مباراة ويوم الجمعة مباراة ويوم الاثنين سيكون في هناك زي مباراة تحديدة مركز ثالث والرابع ويوم الاثنين النهائي لتمنى تكونوا بطولة تحقق هداف المرجوة أنه أنديتنا الوحدات والفنس ما أثر انسحاب الفريق اللبناني والفريق التونسي على للأمانة أثر بشكل سلبي نوعاً ما نحن بفرق مثل الأفريق التونسي لما يكون بشارك عندك بطولة في عمان أكيد فرق فريق له باع كبير ب كرة قدم له خبرة كبيرة يملك أيضا اللاعبين على سوية عالية لكن بالنهاية هي البطولة والدية البطولة استعدالية فهي فرصة أيضاً أنه نادل فيسل ونادل الوحدات قدموا أفضل ما لديهم خلال هذه البطولة حتى يقف على استعدادهم وكيف تحذراتهم للموسم الذي نتمنى يكون على سوية عالية يكون في الإثارة موجودة الندية موجودة من كل فرق الأوردنية ليس فقط من فيسل الوحدات نعم يعني هاي الأخبار المحلي المتعلقة بكرة القدم نعم ايش في كمان محليات عنا رياضة السيارات طبعاً هذه الرياضة اللي إلها كثير من العشاق والمتابعين كان يوم الجمعة الماضي بطولة أو سباق الحسين لمرتفعات تل الرمان هذا السباق اللي قام كل سنة وهذا السباق له ذكرة خاصة مع المرحوم جلت ملك حسين طيب الله ثراه نداماً من المشاركين والدعمين لهذا السباق ما رأيك نأخذ بريف سريع عن البطولة بالتقرير يلا نشوف التقرير اشتركوا في القناة المتصابق اللبناني صاحب الرقم الذي لم يكسر حتى اليوم بيتل الرمان حتى نكون منصفين المتصابق شاديان كان محضر تحذير هذا الموسم استثنائي بحيث أن يكسر هذا الرقم لكن هو للأسف حقق اللقب مع أنه الجولة الثانية كان في عنده عطل بالسيارة حتى بالجولات التحذيرية هو وصل لهذا الرقم وحطم هذا الرقم لكن للأسف زي ما حكيت لك العطل الذي صار في سيارته منعه من أنه يحقق هذا اللقب من أنه يكسر هذا الرقم يعني لولا العطل الذي صار كان ممكن كان بالمكانية أنه يكون موجود نتمنى أنه إن شاء الله الموسم الجاي أو السنة الجاي نشوف هيك بطل أردني متسابقين الأردنيين صاروا صراحة برياضة السيارات على سوية عالية سواء بالرالية أو سبقات السرعة أو حتى لدريفت الأردنيين رياضة السيارات عم تشتغل للأمانة مميز يعني فيه نشاط بل فيه نشاط فعليات كبيرة بالضبط نحن سنرى مهند فيه جمهور لرياضة السيارات يعني نحن نحن بطل لدريفت مثلا بيكون بالألاف موجدين من عشاق هالرياضة فهذا يحسب للأردنيين رياضة السيارات حتى سمو الأمير فيصل هو رئيس التنفيذ الأردنيين رئيس السيارات بيهتم اهتمام شخصي بكل البطلات للأمانة حتى رأي الشرق أوسط فيه اهتمام خاص من سواء من عمير فيصل فنتمنى إن شاء الله أنه يكون دائما هذه السبقات المميزة والرائعة أنها تكون موجودة بقوة يكونوا أبطالنا كمان متحضرين بأنهم نافسوا مش بس بالأردن نافسوا على مستوى الشرق أوسط لماذا لا يكون على مستوى آسيا نعم أكيد هناك ألقاب وفيه أبطال بعالم الدريفت وعالم السبقات والسبقات الأفرود الصحراوية إن شاء الله يكون فيه اهتمام أكبر من الدول لتنظيم أكبر لهذه الرياضة كلهم يجب نهاي لصالح الرياضة لصالح عشاق هذه الرياضات خصوصا أنه هذه الرياضات محتاجة أمور تختلف عن أي رياضة ثانية محتاجة سيفتي كويس لأنه سلامة المتصابق وسلامة الجمهور وسلامة حتى الأشرز الموجدين هذه تعتبر أو لوية حتى على مستوى العالم غير نحن نحن عن الإثارة أو مين بفوز أو مين يخسر عملية السيفتي والأمان دخل السيارة أو على التراك هذا شيء كثير مهم فكل الشباب الله يعطيهم العافية لبالأردنية لإرادة السيارات ونتمنى كما حكيت نشوف يعني شيء أحسن إن شاء الله الموسم القادم العجوز وتحضيراتها للموسم القادم شو عماله بصير هناك والله التحضيرات على قدم وساق بس تعرف طبعي من كأس العالم والأندية لسا لعبينها اللي كانوا بكأس العالم وسلو لدور نهائية ما أخذوهم الكأس الدولية هذه البطولة اللي استحدثت منذ سنوات هي تشارك فيها معظم أندية أوروبا زمع بشوفهم ليفربول وماشستر يونايتد البطولة تقام في الولايات المتحدة لكن مش ضمن قانون واحد أو مثلا يعني مقالها سيستم واضح حتى الآن حتى هذا الموسم يعني في انتقادات إلها نسبة الحضور الجماهير والاهتمام بهذه البطولة أخف من السنوات الماضية يمكن زي ما حكيت لك السابق اللي هو تواجد ممكن أن أحذرته بعد كأس العالم بالضبط بتشوف محمد صلاح بالإضافة أن اللاعبين مش كلهم حاضريين لسا اللاعبين مش كلهم موجدين بهذه البطولة فهذا الأشي أثر نوعا ما على على أداء الفرق اللي فربول اكتسح ماشتسر يوناتي برباعية السيتي حقق الفوز على باري مونيخ ثلاث أهداف مقابل هدفين برشلونة كان بيتعادل مع توتنهام لكن حقق الفوز بركلات الجزاء الترجحية يعني هاي نحكي عن النتائج اللي تعتبر تحذيري يزال فيهسل معا بحظة داخلية نفس الشي الأندية الأوروبية أيضا إلها هذه البطولة من أجل التحذير الأمثل للموسم الجاي نعرف أننا في دوري أبطال أوروبا في الدور الإنجليزي قريبا سيكون هو أول دوري بين الدوريات الأربعة الكبرى سيكون جاهز للانطلاق فكل الأندية تسعينها تقدم أفضل ما لديها في هذه البطولة لكن نهاية تحذيري مش مستاهلة أنها مين يفوز أو مين يخسر لكن في النهاية التحذير لها نعم طيب في بنفس القارة العجوز في استياء أو عدم رضا إنجليزي على أداء اليونيتد مئة بالمئة ما يحدث صحيح السبب الخسارة نحن نحن بأربعة واحد من ليفربول صحيح أنها مبراودية صحيح أنها مبرا ليس رسمية لكن في علامات استفهام كبير على جزائي مرينيو مرينيو إلى أين يريد أن يصل باليونيتد هذا السؤال الذي يدور بمخيلة عشاق المانيو نتمنى أنها تكون عودة في اليونيتد الجدية في المبرايات الرسمية نخلي المبرايات الودية على جنب لأنه أهم شيء لبريمير نيغ ودورة أبطال أوروبا نعم شكرا حسام نصار يعني كل اثنين تعطينا وجبة جميلة من الأخبار الرياضية شكرا لوجودك على البيض بانتظارك صباح الاثنين إن شاء الله